تموج الأزمة الروسية الأوكرانية بموجات متباينة فلم تحسم أي القوتين الصراع المحتدم على أي من الجبهات منذ عام وأكثر وبينما تستمر العملية العسكرية الروسية يتزامن معها الهجوم الأوكراني المضاد الجيش الروسي بعد مغادرة قوات فاغنر أصبحت ساحات المواجهة في أوكرانيا أمام تحديات حقيقية لكن كتائب أحمد الشيشانية التي أعلنت قدرتها على صد تمرض فاغنر الأسبوع قبل الماضي تسلمت مواقعها وبدأت في شني هجمات بالأخص في الشرق الأوكراني على محور باخمود ومع مرور أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عزمه تشكيل أربع كتائب عسكرية شيشانية خاصة تسمى بكتائب أحمد التي استبدلت بقوات فاغنر وتضم نحو عشرة ألاف مقاتل يترأسها الجنرال علاء الدينوف ويصفها الأعلام الأوكراني بأنها قوات مرعبة لأنها مسلحة بأحدث الأسلحة الروسية كما تمتلك دبابات ومركبات روسية تحمل جميع مركبات كتبة أحمد شعار حرف زد هو شعار دعم القوات الروسية في أوكرانيا يتوقع خبراء أن تحقق تلك الكتائب ما هو مطلوب منها وبشكل أكثر ديناميكية مع وزارة الدفاع على عكس ما حدث مع قوات فاغنر لعدة أسباب أهمها أنها تحاول قدر المستطاع إثبات نجاحات عملية للتقرب من الجيش الروسي أكثر فأكثر ولأنها تعد الاختبار الحقيقي للرئيس شيشاني صديق بوتن الحميم لتعظيم دوره في الحرب الأوكرانية يأتي هذا بينما كان الهجوم المضاد الأوكراني في مراحله الماضي أقل نجاحاً وأظهرت القوات الروسية كفاءة أكبر مما توقعته التقييمات الغربية ولم يلبي حتى هذه اللحظة التوقعات على أي جبهة حيث وفقاً للتقديرات الغربية أثبتت خطوط الدفاع الروسية أنها محصنة جيداً مما يجعل من الصعب على القوات الأوكرانية اختراقها إضافة إلى ذلك نجحت القوات الروسية في تعطيل الدروع الأوكرانية بالهجمات الصاروخية والألغام ونشرت القوات الجوية بشكل أكثر فعالية تستمر المواجهات والحجد وتتبين الأراء وتختلف التوقعات بشأن مصير الحرب الروسية الأوكرانية ويظل استفهام الجميع يبحث عن حله هل تعود كتائب أحمد دور قوات فاغنر في الحرب؟ ومن يحسن الصراعة؟ ومتى تنتهي الحرب؟ ترجمة نانسي قنقر